في جملة شهيرة اوه احنا كلنا بنقولها ويا حقيقة يعني بنقول ساعات كتير ايه؟ مونادي الاهلي في مشاكل بس عارفين يحوطوا على المشاكل دي عشان كده الاهلي دايما ناجح وسرطه جيد تخيل بقى اللي بيحصل في الاهلي ده؟ لو بيحصل في كرة القدم المصرية بشكل عام المنتج بتاع الدوري المصري ده بشكل عام ايه اللي هيحصل؟ انا مش بقولك ان المشاكل هتختفي بس تعال ان داري عليها تعال ان اتفق ضمنيا ان ما نعودش ننورها انا باستغرب جدا ان احنا بنبص على جراننا وما نحسش بمشاكلهم واحنا مشاكلنا بقت على المشاع احنا بقنا فرصة للكل انه يفرج ويستمتع ويتسلى بينا اقوى دوري في المنطقة اقوى شعبية لكرة القدم في المنطقة العربية هي مصر ليه منستهتر بده؟ المنتج بتاعك منتج مغري لكل المعلنين هتقول ليه مواكرين فيه هقولك طبعا موضوع التطاول اللي بقولك عليه احنا خدنا خطوات بس ليه ناخد خطواته احنا قادرين نجري ما نجري ما نجري بس هديك مثال انا المنتج الفلاني او البراند العالمي الكبير اوي اللي موجود في كل العالم لما عاوز انزل على الدور المصري ممكن افكر مرتين عشان ده دوري فيه مشاكل وازمات لا انا منزلش فتلاقي انا بقولك حتة تسويقية جدا فتلاقي المنتجات اللي بتسوق معاك مش هي اعظم حاجة في العالم يعني شوية منتجات لذيذة كده معنا في السوق هنا فالاركام اللي بتتدفع قليلة لكن لما انت المنتج بتاعك يبقى مغري انا مش عايز اقول اسماء برندات في العالم عشان هتبقى اعلانات يعني بس هاي برندات كبيرة موجودة في دوريات حوالينا ينفى هتبقى موجودة في الدور المصري هتقول ليه يعني هينزلوا على نادي السين واللصاد سيبك من الالو الزمالي على السين واللصاد وده الدوري اللي هم هينزلوا ليه ان شعبية المسابقة بتاعتك شعبية فيها ملايين الناس بيفرجوا عليها مش هو مش شرط شعبية النادي شعبية المسابقة نفسها في مصر وفي الوطن العربي فلو سمحتم تعالوا كده نوصل الاتفاق حتى لو مش دمني بس معلن انه بلاش نقعد نشوه في كرة القدم المصرية انا ادعي انا ومعايا زمائلي ان احنا طول وقت مش احنا بس يعني فيه ناس والله محترمة كتير بس ما بنعودش نمسك في مشاكل ونعمل خناعات ونعمل أزمات ودي برضه عشان مسؤولية ضمنية محطش بيقولك اعمل كده ومتعملش كده بس اللي هو احد بيحس انه ما ده المنتج بتاعنا ما برضه اخد بالك المنتج بتاع الدول المصر ده وكرة المصرية دي لما بيتضر ما كلنا بنتضر احنا كعلى بيه بنتضر انت كمشجع بتتضر كل الناس اللي في المنظومة بتتضر فكلها منتضر فيه ناس بقى بتاخدش بالها بالضر ده قدام هو الضر مش جاي لمباشر فهو مش حاسس بيه بس هي بتلفه وترجع لك خنقات أزمات ومحدش سايب لحد وحده تعالي انت ما حسبتليش ضربة الجزاء دي انا ليه جول انت كان عليك تسلل انا المطش ده يتعاد انا هنسحب انا لو ما عملتليش وما عملتليش وما عملتليش مش لاعب ليه طيب كل الامور اللي بقولك عليها دي الحل بتاعها ايه ببساطة شديدة منظومة كروية قوية بلواقح سليمة ما انت عملك ما تبقى قوي طول مما قوانينك ولواقحك فيها عوار بمعنى ايه بمعنى انه لو ربطت الاندية في لوائحها للدوري الزمالك قالوهم انتو ما علنتوش جدول الدوري كامل ليه فانت روحت اعلنت الدوري كامل فانت عندك عوار انك ما عملتش الدوري كامل من بدري فاستنيت لما نادي عملك كده فالنادي اللي بعده هيجي يقولك لا ما تعديش المباراة انا عايزها من حيث انتهت زي بيرامدز هتروح عيدها عشان مش موجودة في اللايحة بتاعتك فطول ما انت عندك عوار هاجي انا كنادي امسك في العوار ده وقولك ايه الحق انت مخطئ ساعاتها انت هتبقى ايه اللي بيديرك كورة ضعيف وطول ما انت ضعيف كل واحد هيدور على حق حتى لوزم من حقه ما هي فرصة ففرصة ان احنا النهاردة مش النهاردة من انبارح واول انبارح نعود ونحل وننجز ونعرف ان احنا عندنا كورة قدم مهمة رياضة مهمة في مصر مش بس في مصر في الوطن العربي كل الناس تحب تفرج على كورة قدم المصر ايه نحلي المنتج بتاعنا نحط في الفاترينا الحاجات الحلوة واحنا عندنا حاجات حلوة بس من كتر الحاجات السيئة ما بقاش في مكان في الفاترينا نحط حاجة حلوة